مناورات الأسد الأفريقي العسكرية في المغرب تختتم بعد 11 يوما من انطلاقها هذه النسخة من التدريبات العسكرية وصفها قادة أمريكيون بأنها الأكبر والأكثر تعقيدا بسبب تحديات الأمنية القائمة فكيف تخدم هذه المناورات خطط تعزيز الأمن في المنطقة والعالم وأي آفاق للتعاون المستقبلي قبل مناقشة هذه الأسئلة وغيرها دعونا نتوقف أولا مع تقرير مراسلتنا فاتحة أوعالي التي وكبت هذه المناورات وأيضا يومها الختامي من طنطان جنوب المغرب في هذا الموقع من صحراء مدينة طنطان وتحت أنذار كبار القادة العسكريين الأمريكيين نفذت مناورات اليوم الختامي من برنامج الأسد الإفريقي في الأجواء حلقت طائرة F-16 التابعة للقوات المغربية ترافقها طائرة B-52 الأمريكية قبل أن تتقدم المدرعات نحو أرض المعركة المفترضة وتشرع في تدمير أهداف محددة سلفا في استعراض للمهارات القتالية والتكتيكات الميدانية التي اكتسبتها القوات المشاركة طيلة أيام برنامج التدريب تمارين اليوم كانت عظيمة وأظهرت قدرات وكفاءات قواتنا والوحدات الأخرى المشاركة في تنفيذ مجموعة واسعة من تمارين التأهب خلال الأسبوعين الماضيين تدربت قوات من ثماني دول جنبا إلى جنب بوجود مراقبين عسكريين عبر المغرب وبالفعل دورة 2021 ناجحة بامتياز نفذت المهمة المطلوبة وقصفت الأهداف المفترضة بدقة بالمدفعية والصواريخ المضادة للدروع والدبابات فخلفت مشاعر فخر ورضا في نفوس القادة العسكريين الذين خططوا بعناية شديدة لهذه التدريبات على مدى شهور عدة من خلال هذا التمارين وقفنا عن كتاب عن مدى جاهزية هذه القوات لإجراء هذا النوع من التمارين لسيما أنه يتطلب الكثير من الدقة والتركيز والتنسيق الجيد بين جميع المكونات هذا التمارين قد شكل محطة هامة لتقييم القدرات القتالية لكلا الطرفين تبادل خبرة وتعزيز الشراكة الستراتيجية بين القوات المسلحة المغربية والقوات الأمريكية باختتام نسخة 2021 من مناورات الأسد الإفريقي أجمع الحاضرون على نجاحها وتحدث الكل عن دورة استثنائية في عدد القوات المشاركة فيها والنوعية العمليات التي تضمنتها وحجم العتاد العسكري الذي أحضر لها انتهت المناورات وانقشع دخان مدفعية وتحققت الغايات المتوخات من الأسد الإفريقي حسب تأكيدات القادة العسكريين المغاربة والأمريكيين غايات بدأت من إكساب القوات المشاركة المزيدة من المهارات وانتهت إلى مزيد من تعزيز التعاون العسكري بين المغرب وواشنطن وانفتاحه على أفاق جديدة فتح أعليس كاريوز عربية مدينة طنطان جنوب المغرب وللحديث عن هذا الموضوع ومناقشته أيضا ينضم إلي من الرباط رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية طارقة 3 ومن واشنطن الخبير العسكري والمدير التنفيذي الاتحاد البحرية الأمريكية جيسون بيرتسلي أهلا بكم ضيفي الكاريمين وأبدأ معك دكتور 3 يعني بعيدا وقبل أن أتطرق الاعتبارات العسكرية والتكتيكية التقنية كذلك لهذه المناورات ما الذي حققته بالنسبة للمغرب كأهداف ديبلوماسية سياسية أو تسجيل نقاط من خلال هذه المناورات لنسهلا تحية لك سيدتي ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة سكاينيوز عربية لا شك أن كما جاء في تقريركم أن هذه المناورات اليوم في دورتها السابع عشر هي تشكل استثناء غير عادي مقارنة مع باقي الدورات الأخرى هذا الاستثناء بطبيعة الحال فرضه السياق الجارف الحالي اليوم المفروض إقليميا وقاريا الخلاصات إذا صح التعبير اليوم لهذه المناورات في هذه الدورة الاستثنائية هي بطبيعة الحال تفرضها ثلاث محددات المحدد الأول وهو الأساسي الذي التقت من أجله الجيوش سواء الجيش الأمريكي أو القوات المسلحة الملكية أو القوات الحلف الأطلسي أو قوات الأوروبية بريطانيا وإيطاليا وهولندا المشاركة وغيرها المحدد العسكري يتمثل في كون كل الأهداف التي سطرت خلال هذه الدورة قد نجحت بشكل باهر بمعنى أنه بلغة الجيش أن كل العتاد العسكري الذي استخدم في هذه المناورات قد أدى مهمه انطلاقا من ما هو بري بحري وجوي لا ننسى بأن هذه المناورات عرفت استعمال البي ساي كونت دو وهي المعروفة بطبيعة الحال والدبابة أبرامز المعروفة أيضا في المناور اثنين وخمسون وهذا الإطار العسكري لم يقتصر على هذا الجانب في هذا النجاح في هذا الشكل ولكن أيضا بالمستشفى الطبي الإنساني الذي وضع في منطقة تافروت والذي هو أيضا تكميلة للمعارك التي تخوضها الجيوش في هذا الباب إضافة إلى ذلك على المستوى البحري كانت هناك مناورات خاصة بالتطهير البيولوجي والنووي في حال تعرض هذه الجيوش لأي ضربات من العدو المتطرف فيما يرتبط بالإرهاب بمعنى كل هذه النقاط مجتمعة في المحدد الأول ألا وهو المحدد العسكري محددات أخرى سيدتي وهي إثنان المحدد الجيو السياسي وهنا بطبيعة الحال يكرس هذه المناورات تكرس عمق العلاقات بين المملكة المغربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت لتزكي هذه العلاقات في هذه الظرفية الغير العادية ولكن إلى أي مدى مناورات الأسد الأفريقي 2021 مرتبطة حقيقة عن دكتورة لاتي بهذه السياقات والمعطيات الحالية التي تمر بها المنطقة خاصة مع تأكيد الجانب الأمريكي والمسؤولي الأمريكيين المشاركين في هذه المناورات على أن الجدول الأعمال والمواقع تم تحديدها في النسخة السابقة لألغيات بسبب ظروف كورونا 2020 لا شك أنك تتحدث عن المحدد الثالث الذي وضعته في تحليلي وهو المرتبط بالمحدد الجيوستراتيجي لهذه المناورات الكل يعلم بأن الإرهاب الذي كان تعرف منطقة الشرق الأوسط اليوم ينتقل بقوة إلى منطقة شمال إفريقيا الساحل جنوب الصحراء لاحظي سيدتي في تقريركم تتحدثون اليوم على أن القوات الليبية تحارب التطرف والإرهاب المنطقة كلها تشتعل منطقة الساحل جنوب الصحراء الإرهاب يضع مقوماته بشكل كبير ورئيسي في هذه الضرفية ومن هذا المنطلق يمكننا أن نحلل ونفكك التواجد في هذه التمارين العسكرية تزكية للعلاقات القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة المغربية وحلفائهم الآخرين المشاركين في هذه المناورات كل هذه الأمور هي ليس فقط توحي ولكنها تعطي أرضية قوية للإنطلاق نحو تحقيق هذه الأهداف التي هي بالضرورة القضاء على كل تهديدات والتي في الأساس مرتبطة بالتهديدات الإرهابية التي يخلقها التطرف ولا هذا التطرف الذي تخلقه للأسف التنظيمات السياسية الإخوانية بين قوسين طيب يعني مركز الثقل هذا برأيك أستاذ جيسا الذي تحدث عنه لبات يتحول مركز الثقل بالمعنى الإيجابي والمعنى السلبي أيضا في التهديدات الإرهابية والجماعات الإرهابية التي باتت تشد الرحال نحو القارة الصمراء أفريقيا هل يفسر ربما كل هذه الأهمية والثقة التي تعطيه الولايات المتحدة في هذه المناورات التي ربما وصفها الجانب الأمريكي نفسه أنها الأكبر على مستوى القارة بل والأكثر تعقيدا كذلك أولا أعتقد أن هذا سؤال وجيه وشكرا على استضافة طبعا أهمية هذه التدريبات في هذه النسخة السابعة عشر واضحة للعيان نحن لدينا حضور دائم كما قال ضيفكم من الرباط هناك اعتبارات عديدة من بينها الاعتبارات السياسية لكن حجم التدريبات هي الملفتة واللافتة لأن هناك خطوات إضافية توثق العلاقات وليس فقط العلاقات السياسية وإنما التكتيكات الميدانية على الأرض لأن الإرهاب أصبح تهديدا حقيقيا في المنطقة ولذلك سيصبح الأمر مهما أن نعزز ونقوي شراكتنا من أجل التواصل والتنسيق لمواجهة هذه الطوارئ وهذه الأخطاء كم الأخطار كما قال ضيفكم هناك تدريبات شاملة الجو والأرض والبحر وهناك بطبيعة الحال تدريبات بحرية وهناك العديد من الأنظمة المعقدة التي تتطور ويجب مجارتها ويجب أن نتحقق من التشغيل البيني فيما بينها خصوصا في أزمات أو في تهديدات متنامية للإرهاب علينا أن نتطور استجابتنا بشكل منسق وموحد وهذا مبدأ عسكري ثابت وراسق ولذلك يجب أن نوحي جهودنا عند مواجهة هذه الأخطار طيب أستاذ جيسون حتى الجانب الأمريكي ربما في مؤتمر الصحفي أشار إلى أن كل هذه التدريبات تصميمه من أجل أن يكون جاهز للتنفس ضد أي تهديد متطرف موجود عبر القرى الإفريقية وأنه تأثير هذه التنظيمة الإرهابية وبالتالي هذا كان في الذهنية ولكن هل هذا ما يتم محاكاته وما تم محاكاته فقط وكان في الذهنية الأمريكية على الخصوص خاصة أنه عندما نشير إلى الـ F-16 والـ B-52 والـ S-130 كلها تم استخدامها وتضيفها من خلال التمرينات في هذه المناورات من أجل اختراق منظومة روسية الـ S-400 وبالتالي كان في الذهنية الأمريكية التهديد الروسي أو النفوذ الروسي أعتقد أن أمريكا رادية جدا عن استخدام أنظمات سلحية وعسكرية مختلفة ومتنوعة وأيضا محاكات تهديدات وأخطار متعددة لأن الأهمية لا تكمن في أسماء الأسلحة وإنما تلك المبادئ التي توصل للمشاركين في التدريب والأمريكيون والتونسيون والسينغاليون والمغاربة الذي يكتسبونه هو تلك الدروس المستفادة وكل خطأ يحدث في التدريب يستفاد منه ويتم الحديث عن كيفية عدم تكراره وبطبيعة الحال عندما تكون هناك منافسة أو خصوم مثل روسيا أو بعض القوات الخبيثة في الساحل التي هي عابرة للأوطان مثل الجماعة الإرهابية نتعلم من كل هذه الدروس والأخطاء في هذه التدريبات ونستخلص كيف يمكن أن ننشر القوات بشكل استباقي ما نود أن نقول هو أن أمريكا سعيدة جدا ورادية للإنخراط في هذا النوع من التدريبات والدعم بهذه المواد اللوجيستية والتكتيكية ميدانيا هذه فرصة عظيمة لكل أممنا من أجل العمل معا ومعرفة كيفية العمل في ظروف صعبة نحن رادونا عن هذه الدورة أستاذ تلاتي الجانب الأمريكي يؤكد أن هذه الدورة هي الأكثر تعقيدا والأكبر من كل الدورات السابقة ويعيد بأن الدورة المقبلة الثامنة عشر ستكون أكبر من هذه هل نحن إزاء التحول استراتيجي عبر ضفتي الأطلسي وأيضا ما الذي نستشفه من دول الأفريقية المشاركة هنا عندما نتحدث عن المغرب كمركز أساسي ومنطلق لهذه المناورات تونس اللي كانت استضافت قبل أيام وأسابيع فقط مناورات شبيهة وأيضا السينيغال لا شك سيدتي ونحن نتحدث عن المحدد الجيوستراتيجي المرتبط بالتحولات المتسارعة بالمنطقة والسكمال لما جاء به الضيف في هذه النقطة التحولات التي تعرفها هذه المنطقة اليوم هي بشكل كبير يعني في ارتباطا بمجريات الأحداد هناك دول تسعى إلى تتبيت الأمن والسلم وللأسف هناك دول خدمة لأزندات معينة تغدي هذه التنظيمات الإرهابية بمعنى أنه اليوم الحرب من الناحية الاستراتيجية هناك مقومات وأبعاد جديدة لهذه الاستراتيجية في هذه المنطقة لاحظنا أنه كيف الآن حتى بالنسبة للضفة المتوسطية شمالا وجنوبا بعض الدول في الشمال والتي كانت لاعب رئيسي في المنطقة الساحل جنوب السحراء لاحظنا كيف أن هناك تحركات عكسية وسلبية ولكن ما يهم اليوم هو أن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ أن انطلقت هذه المناورات إلى أن وصلت اليوم إلى الدورة السابع عشر قد استطعت أن تشكل تحالفا دوليا كبيرا جدا بمقومات وأبعاد استراتيجية تخدم التحالف الجيوستراتيجي الجديد لا ننسى بأن اليوم القوى العظمى وهذا تابعناه في قمة بايدن في أوروبا ولاحظنا كيف أن هناك بعض القوى الأخرى التي تعاكس منطق تثبيت السلم والأمن والاستقرار في العالم عبر الدفع ببعض الحلفاء المتواجدين في تلك المناطق لإقامة القلاكل تشير هنا ستطرق إلى أن ربما الأسد الأفريقي والدول المشاركة يمكن أن تمثل نواة لتحالف جديد أم بديل هي بطبيعة الحال هي تحالف جديد بمنطق جديد في سياق جديد لأن هذه المناورات منذ تأسيسها لأول مرة إلى يومنا هذا هي دائما مفتوحة واليوم سنلاحظ بأن هناك دول إفريقية وغيرها أوروبية ومن قارات أخرى عبرت عن التحاقها بهذا الجسم المتحالف للكون في منطقه الإنساني الذي يحارب كل تهديدات التي تضر بالإنسانية سواء عسكريا أو غيره وبالتالي نحن اليوم نعيش مرحلة في نظام عالمي جديد بمقومات استراتيجية جديدة تفرضها أبعاد استراتيجية ويفرضها منطق جيوستراتيجي جديد وبالتالي المسألة اليوم هي ترسم خارطة طريق جديدة هناك منطق التحالف الاستراتيجي الساعي إلى الأمن والسلم وهناك بطبيعة الحال منطق آخر يعاكس هذا التوجه طيب أستاذ جيسون برأيك أمام تحول الثقل هذا التحول الاستراتيجي ليشير إليه دكتور ثلاثي هل نحن تحول نحو التحالف أكبر وأشمل ربما يمكن أن يتدخل حتى في حالات معينة خارج الحدود المرسومة نعم أتفق معك وجيد أن سيدة لاتي تحدث عن المقاربة الاستباقية ومن المهم أن نشير إلى أن تلك العمليات التي سبقت هذه التدريبات في 2002 كانت متميزة نحن أنشأنا روابط تواصلية دائمة مع المغرب وخصوصا مع الملحقين العسكريين والموجودين عسكريا هناك ولذلك هذه مصلحة مشتركة نمسط الاستقرار في إفريقيا كلها بالعمل مع المغرب في هذه الدورة كان هناك فصل بين الدول السينغال وتونس والمغرب كان هناك تدريبات منفصلة وهذه طبعا صممت بشكل تكتيكي واستراتيجي لمعرفة كيف يمكن العمل في مناطق جغرافية مختلفة وتدريس مختلفة لإكتساب مهارات جديدة ولذلك هذه التدريبات تجعلنا أكثر قدرة على معرفة الشركة الاستراتيجية التي تنجح أكثر وهذه التدريبات كانت تطوعية وتعاونية وبطبيعة الحال تهدف إلى تثمين الشركة مع أفارقة بالتحديد وأنا أقول إنني تشرفت لرؤية كيف أن المغرب قام بدور ريادي في هذا التدريب العسكري مؤخرا وأعتقد أن هذا سي تواصل هذا الحس التعاوني نعم شكرا جزيلا لكم ضيفي من واشنطن الخبير العسكري والمدير التنفيذي لاتحاد البحثية الأمكية جيسون بيرسلي ومن الريبارت شكرا لك أيضا عن رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية طريقة 3 اشتركوا في القناة